صلاة الفجر أيها المؤمنون المحافظة عليها جماعة في مساجد المسلمين للرجال دلالة على البراءة من النفاق قال عليه الصلاة والسلام ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا صلاة الفجر مع أخواتها مما يؤدى في الظلمة يكسب المؤمن نورا تاما في عرصات يوم القيامة يوم ما يكون المؤمن أحوج ما يكون إلى النور قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة أيها المؤمنون يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم من صلى الهجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته إن أعظم ما يقف به المؤمن على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو محافظا على هذه الصلاة وغير يا أعظم حث حتى إنه قال في السنة القبلية التي قبلها ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها وإن من أعزب العجب أن يفقد الإنسان حياءه من ربه جل وعلا فيسهر على لهو محرم أو يمكث على الفساد أيا كانت صوره الليل كله حتى إذا دان الفجر نعم فإذا أصبح لعمله أو تجارته أو غير ذلك خرج يرجو الرزق ولا رزق إلا من الله يرجو أن يأمن العواقب ولا حافظ إلا الله يرجو أن يوفق ويسدد فيما يقول ويفعل والمسدد والموفق والمعطي والمانع الله فيطلب ما عند الله وقد عصاه من قبل وفرط في أعظم فرائفه يقول الله تبارك وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أذى من يمشي مكبا على وجه أهدأ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم إن من أعظم الفأل ودلائل النجاح وأسباب الفلاح أن يؤدي الإنسان إن كان رجلا صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين وأن تؤديها المرأة أو الفتاة في وقتها في بيتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا فأداء صلاة الفجر نوع من السكينة والإطمئنة وأمان ويقع المؤمن في ذمة الله وليس المراد أن يكون المؤمن في ذمة الله أنه لا يصيبه أذى هذا لا يمكن أن يثبت لا عقلا ولا نقلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم أحد ومع ذلك كسرت رباعيته وشج رأسه وأدمي عليه الصلاة والسلام ولكن المقصود أن الإنسان إذا بقي يبقى على خير وعافية وإن قبض يقبض وقد كان في ذمة رب العالمين أجل جلاله والله تبارك وتعالى خير الحافظين وكل سبب أدى إلى المحافظة عليها يجب أن يشرع المؤمن ويسعى إليه وكل سبب أعاق عنها أو حرم منها أو منع إياها فيجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عنه ويتجنبه لأنه لا جمع بين الإثنين لا يمكن أن يتم الأمران سويا الله تبارك وتعالى خلق الناس منكم مؤمن ومنكم كافر وبين لعباده النجدين وأداء صلاة الفجر جماعة من أعظم أسباب التوفيق